موسيقى الله أكرم كل سن طيبة إناس كل الناس طيبين يا رب أنا بحب الجزء اللي معروف من صوري صوري في الأعمال اللي بعملها يعني أنا بجد ما بحبش خالص أنه حياتي الخاصة تبقى صور موجودة في كل حتة يعني دي حياة خاصة ما لهاش أي دعوة زي أي شغلانة في الدنيا يعني أنت بتعرفي الدكتور مشهور محامي مشهور مهندس مشهور أي حد مشهور ما بتعرفيش حاجة عن حياة وإحنا أصغر حاجة ممكن تحصل لنا بتجبر قوي لو عندنا مشكلة قد النقطة دي بتمر بكل الناس كل يوم في حياتهم بتبقى كبيرة قوي فأنا بحب الخصوصية لأن أنا عاوز أعيش حياة عادية أنزل أروح أجي أسافر أروح السوبر ماركت أعمل عايز أبقى عندي الصورة دي لوحدها ملهاش دعوة مش حدي القطلة صورة أصلا مش عارف فين فين أنا بحس كده يعني صورتك طبيعية ولا بردوش أنا بحب صورتي قدام الناس تكون حقيقية يعني زي ما أنا في الحقيقة زي ما أنا ما الناس هتقابلني يعني مش هعمل حاجة مخصوص عشان حد يقول حاجة لو أنا بعمل حاجة كويسة أنا هفضل عاملها كويسة لو أنا في تصرفاتي حاجة مثلا ممكن ما تبقاش مقبولة عند حد هو دي أنا هبقى ده شكلي يعني حتى لما بيحصل أي مشكلة فيفضلوا يتكلموا أصلا مش عارف الفنان الفلن طلع في الصورة مش عارف بيعمل إيه إيه المشكلة؟ يعني عايشها إنسان طبيعية ممكن أعيش حياة عادية بعمل فيها كل حاجة مش هعمل حاجة مخصوص عشان يتقال بصراحة يعني لا هو بصي أنا خلاص بطلت أبرر نفسي وأشرح نفسي ومش حاسة إنه ده بقى مجدين يعني إلي عايز شوف حاجة وحشة يشوفها ولا عايز شوف حاجة حلوة يشوفها متنش محتاجة تخلاص توضحي يعني صرفي زي ما انت وخلاصه وليه فهمك صحي فهمك وليه فهمه غلطي فهمه الصورة الثابتة للناس اللي حوالينا يعني إنك تحكمي على الناس ده برضو تنمر مش عارف دول معروف عنه مفيش حاجة اسمها كده مفيش بلد اسمها أصل بلد دي متحررة ومتوتحة والبلد دي محترمة والمحافظة دي كذا مفيش حاجة اسمها كده انت من نفس العيلة بيطلع حد كده وحد كده وحد كده لأ أنا ما بحبش الحكمة على الناس وما بحبش أتنمر على حد لأن ده تنمر دولي أصل البلد دي طبعهم بوخة البلد دي مش مفيش حاجة اسمها كده ما بحكمش من خلال صور صباح خالص الزوم ولا حد مسموح ليعملي زوم خالص كل واحد عايز يعمل زوم يعمل زوم على نفسه متش يعمل زوم علي كتير قربت لحد قول الصدمت كتير يعني أنا حتي بحس اللي أنا وصلت له في هاتي حتي من ردودي hunter من كتر ما اشافت في هاتي كتير خلص ما بقتش أعمل حساب بصي اللي فى حاجة وحشة من ناحيتك لو إذا عملت قدامه فياه بحسل يعانا بس اي أنا بجد ما بحبش أحكم على حد ولا بعمل زوم على حد ولا بعد أفكر ان ده ايدي انا ليا المعاملة حد بيعملني كويس انا هفضل اقول ان ده كويس والله حد عملني وحش انا بقى بعد لا عايزة احكم على حد ولا عايزة حد يحكم علي احنا بجد تعبنا قوي من القصة دي يعني موضوع السوشيال ميديا دي لما زادت قوي بقى انت طول الوقت محطوطة تحت ضغط وتحت نقد كبرت كبرت صورتك وحشة وحشة مش عالف عملتي ايه ايه شاربتي سجار دي بتشتب سجار ما عطتيش ميكاب بص شكلها من غير ميكاب حلو حطيت يحكم ليه دي لما هي انتي طول الوقت محطوطة تحت ده فانا كمان بعمل كده في الناس يعني انا كفايا اساسا ان انا من اللي بشوفو يعني فمش عايزة ولا قرب من حد قوي ولا لو شفت حاجة مش عايزا جشفها مش عايزة شوفها مش عايزة شوف حاجه وحشا مش عايزة شوفه ولا حاجة شوف ولا حاجة حلوة ولا وحشا انا بقيت بتعامل مع الناس بالمعاملة اللي بيعاملني كويس احنا واسع لا مبي بي había مش عايزة عامل معي اوفر معلش هو الحوار حس انه كله مش مش متعتبريهوش ناجاتف بس هو تعتبريه الواحد من كتر ما شاف في حياته بقى خلاص مش يعني ما عنديش دماغ لكل ده يعني يا دوبك الواحد يلاحي على شغله هو بيته ورحته ولادي ولادي هم اكتر حاجة من برا لي حياتي شغلي والنجاح وحب الناس واستقبالهم لنا يعني احنا كفنين شو كلمة عليا انا بس يعني نو بتشوفي حب الناس وتشوفي حب ولادك وتشوفي شغلك لما بينجح زي مثلا اخر عمل مثلا اشوف رد فيها للناس دي بالنسبالي هي دي هو دي دي الاضاءة اللي بتنور قلبي وعقلي وروحي وزي ما قلتلك انا بقيت مبداي في حياتي ان انا اكون على طبيعتي واكون على حققتي ومحكمش على الناس وما زوقش نفسي عشان اعجب حد واللي حاجة اللي ما عرفهاش اقول ما بعرفهاش ويعني اكون انا يعني عايزة الناس تقبلني زي انا انا مقتنعة انه اللي حيحبني حيحبني زي انا مش محتاجة اعمل شوية بهارات كده يعني واللي مش هيحبني مهما عملت ومهما اضفت مش هتفرق يعني تصبيت لوكيشن ولا عفوية يعني بصي ساعات لما تخطت انك تعملي صورة حلوة وتعودي تزبطي لها كتير 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 ممكن تطلع حلوة بس ممكن ما تطلعش حلوة وممكن فعلا بشكل بسيط جدا وعشوائي ومن غير توديب ومن غير حاجة تطلقتلك صورة تفضلي طول وقت تقولي انا دي احلى صورة وشفتها لايه فواحد بقى بيسيبها على ربنا كده هو بقى يعني نعمل اللي علينا وساعات لو الحاجة مش محتاجة كل الجهد ده برضو نتصور الصورة الحلوة دي انا فاهم اصدق ان مش اصدق صورة صورة فوتوغرافية وزي مثلا في شغلانة يعني ممكن اعمل شغلانة بقى متزبطة فيها قوي وعملها ميكاب قوي ولابسة قوي قوي وما تاخدش النجاح المتوقع ممكن دور بسيط من غير ولا اي فزلكة ولا اي اضافات ويوصل للناس فهي بتبقى اي يعني تسهيل ربنا يعني بصراحة زاوية الصورة ساعات احب اسمع اخد اراء كتير يعني افكر في الصورة من كل الزاوية ماخدش يعني ممكن ابقى فاكرا ان الزاوية دي هي الافضل يعني ده موديني لحتة ان انا لازم اسمع للاخرين لازم اسمع للاراء اللي انا اصق فيها اشوف من كذا زاوية الموضوع محكمش عليه بسرعة هو كله راجع لحتة ان روحك بجد ما يحكمش على الحاجة يعني فعلا اكتر حاجة تعلمتها في حياتي فعلا انك تخصي تكوني صبورة وتدي فرصة وتحكمش على حد انا بحس ان دي حاجات تفدتني قوي فحياتي ممكن زمان مكنش عندي الخبرة دي بسمع الوقت لأ فعلا مش 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 دايما الزاوية اللي انت شايفها هي الصحة انا بشوف عدم احترام يعني لو حد حاول يتعامل بطريقة غير محترمة ده لا يقبل خلاص يعني انت النهاردة تحترمني احترمك تقول يعني زي ما انت قلت الحق الاحترام اليقين اللي جواكي انت جوا مخك بتفكري ازاي جوا قناعاتك ايه في حاجات ما احبش حد يغيرها لي يعني كل واحد حر في قناعاته في عقدته في افكاره في حاجات انا ما تقبلش يعني ما احبش حد يجي يحاول يغير شيء جوايا او يحاول يقل احترامه بطريقة مش مش معبولة في حاجات لا ما اللي خلاص يعني مقفولة او انا الحمدلله انا عندي موخي بيعمل دليت اللي واقفده كل يوم تقريبا يعني كل يوم عندي كروب و دليت طول الوقت والله بدون ما اشعر يعني عقلي بيرفض اي شيء غير مقبول بالنسبالي انا شايفه فيه عدم احترام عدم تقدير فتا عالي وتلاقي نفسي انا الواحدي كده ايه مش موجود دليت 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 ده لزيز قوي هو شبه البلوك كده يعني هو مهم بصراحة بس الحمدلله عندي شغال اوتوماتيك يعني من غير ما انا اقرر سيلفي انا مش بعرف اخد سيلفي نفسي كده كده يعني مش بعرف اخد سيلفي حلو لنفسي دايما بحب يعني خاصة في شغلي اسمع اشوف السيلفي اللي الناس عامله ليه بحبه اكتر بس انا السيلفي اللي بعمله لنفسي حاجة تانية خالص انا بهزب نفسي يعني انا بحب دايما اروح بالليل ااخد بقى سيلفي لنفسي طول اليوم انا ايه اللي عملته مش راضي عنه ايه اللي السيلفي اللي انا لو خدته احس انه مكنش لزيز فمش عايز اعمله تاني ايه اللي انا عاوزة حاجات نيجاتف او حاجات مش مكنش احب ان حدي يعملني بيها هل انا اتعملت بيها افضل بقى امسحها بقى اشيل كل السيلفي ده من جواه الصور الابيض وسود طبعا الافلام الابيض وسود كلها ده يعني فيها كل حنين الماضي وساعات طبعا لما اشوف صور العيلة وهي ابيض وسود وبشوف كل الماضي اللي عشته من اول حتى في شغلي من اول ما بدأت شغلي وحياتي شوف اوقات مثلا كنت نما كنا بنعمل سينما او اي حاجة كان الايام دي كت عاملة ازاي وايه الفرق اللي ما بينها وبين ما بين دلوقتي بحب الصور الابيض وسود دي قوي بتاع الزمان لها قصدي الوقت بتاعنا اللي بدأنا السينما وبحب برضو حاجات في الوقت ده طبعا جدا بصي عشان انا وصلت المرحلة اني بقى يعني في الاول كنت دايما بخاف من كل ما الصور تقليب ابيض وسود انا هكبر دلوقتي بقيت اقول لا انا بقيت احب كل مرحلة قلت بحب كل مرحلة انا عشتها من اول الابيض وسود لحد الصور بقيت كلها على التليفون ما بقاش فيه صور حتى انا مسكها في ادينا كل مرحلة في حياتي بدأت استمتع بيها بيقرقني ساعات اه اه انه انه كل ما الوقت بيعدي دي بتحس انه يعني الصور ممكن تبقى اوحش او حاجة بدنا اقول لا هي كل وقت ولي حلوته كل وقت ولي طعمه وبقيت بقى انجوي كل الصور صورة عائلية صورة الحب والسند والامان الصورة اللي بتجمع كل حاجة حلوة الصورة اللي هي لما تبص فيها تحسين الدنيا لسه بخير ما هي دي صور الناس الكويسة صور الناس الظهر والسند ليكي صور الناس اللي بتحبك من قلبها السند يعني انا بشوفها صورة الصورة الامان اللي هي الصورة العائلية طبعا صورة شخصية ولا صورة جماعية؟ بحب الصورة الشخصية والصورة الجماعية قد بعض لاني بحب الوقت بتاعي بحب اقعد لوحدي بحب اقعد افكر واتأمل واحس بحاجات ممكن وانا عادة فوسط الصورة العائلية دي ممكن ابقى متخدة كده مش عارف افكر بحب بحب اقعد مع نفسي كتير بصراحة بحب افكر انا عاوز ايه من حياتي عاوز ايه من شغلي بقرب من ربنا اكتر بكلم ربنا اكتر بتعامل مع نفسي بقى زي ما قلتلك بحب بقى يعني اتكلم مع نفسي وهديها واحبها وهزبها واعلمها حاجات اقول لها خلي بالك احنا مع بعض من زمان بس عدت علينا سنين انا تعلمت حاجات فبتأكد ان هي جواكي فبقى حب الصورة الشخصية ومقدرش اقول ان هي مش فقد حبي للصورة العائلية الكبيرة الجميلة اللي هي فيها كل السعادة والراحة والحب والامان يعني ما قد بعض بحب الصورتين قد بعض كاميرا رترو ولا ديجيتل اه دلوقتي بنتصور من غير ما نحس الحمد لله زمان كنا فعلا عارفين ان في كاميرا بنتصورنا انا دلوقتي بفتح التليفون بلاقي ماشاء الله صور انا معرفش ايه انا كنت انا في الصورة دي ولا دا استنساخ ولا ايه بصدر هي الخصوصية ما بقتش موجودة خالص انا دي حاجة مش بحبها لاني انا عامة بحب الخصوصية قوي زي ما قلتلك في الاول يعني انا بحب اني انا يعني اتكلم عن شغلي فقط لغير وهو دا اللي يبقى متصدر لانه هو دا المهم بالنسبة للممهور فان انت تبقي قادة حسا ان انت طول الوقت بتتصوري شئتي ام قبيتي بتاكلي بتسربي نازلت عبانة في المستقشفى في اي مكان لا طبعا الموضوع دا انا عن نفسي يعني مش بيبسطني يعني بصراحة انك احيانا تبقي فعلا مش قادرة نفسيا انك تبت يعني انت نفسك مش هتحب اي حد في الدنيا مش هحب يتصور لهو مش جاهز للصورة شكلا وموضوعا يعني فلا انا الموضوع دا مش بحبه الصور اللي بقت بالسهولة دي يعني بقت صعبة قوي بالنسبة لي اغلب الوقت اغلب بكتير 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 برضا مهما كان بس فعلا ساعات بكون فعلا محدش عارف انا في اي دلوقتي ساعات بعتذر بس اغلب الوقت مش بقدر لانه دا برضو حب ناس وممكن هو بالنسبة لي والصورة دي انا ممكن ما بقاش بالنسبة لي مهمة ان انا ممكن صورت قبلها خمسمائة الف صورة وبعدها بس فما اقدرش اكثر بخطر حد ببقى مبسوطة على فكرة لانه دا يعني على قد ما ممكن حد يدي انه انه الناس تطلب منه صور كتير على قده بالظبط لو ما اطلبش منه هتتضايق بنفس الحجم يعني فبس هيه ساعات بتبقى فعلا الواحد بيجري على حاجة عنده مشكلة متضايق مجواب عيض تعبانة مجهدة مستعجلة بس في الاخر اغلب الوقت بصراحة مش بقدر اكثر بخطر حد بجد يعني